السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم. ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الدرس الاول من الواحدة التانية المراي. الترقة الاسفلتية لما يسكت عليها مطر نشاهد صورة السيارات مقلوبة في المياه. عند النظر الى مياه ساكنة. نلاحظ ايه? صورة العشجار والمباني مقلوبة في المياه. عند النظر الى مرآة. بترى صورة. كل هذه الزواهر سببها مين? انعكاس الضوء. انعكاس الضوء ما اقعرف بقول هو ارتداد. الضوء الى نفس وسط السكوت عندما يقابل سطحا عاكسا. يبقى ايه المقصود بين نجاس الضوء? هو ارتداد الضوء الى نفس الوسط. عندما يقابل سطحا عاكسا. طيب. النجاس الضوء فيه مفاهيم مرتبطة بيه? تعال نشوف ايه مفاهيم مرتبطة بين نجاس الضوء. بجيب سطح عاكس. زي المرآة. المرآة بيكون اللي سطحية. سطح معتم و سطح عاكس. المعتم هنزلله. يبقى فهم من كده اللي هتدوى ده المعتم. يبقى لفوق سطح ايه العاكس. هنجيب جهاز اسقاط ضوءي. وهنكون بتوجيه الضوء على السطح العاكس. الجهاز اسقاط ضوءي. هنوجه الضوء على السطح ايه العاكس. ده من معين. الضوء الذي يسقط على السطح العاكس. ده هنسميه الشعاع الضوءي الساقط. ده هنسمي ايه? الشعاع الضوءي الساقط. ايه المكسوط بشعاع الضوء الساقط? هو عبارة عن خط مستقيم. خط مستقيم. يمثل الحزمة الضوءية الساقطة على السطح العاكس. ويلامسه عند نقطة السكوت. يبقى ده اسمها ايه نقطة اتنين? نقطة السكوت. تاني. الشعاع الضوء الساقط بار المعين. ولحز ان هو بيرتد بنفس الزاوية او بنفس الميل. ده نسميه ايه? شعاع ضوء منعكس. يبقى الشعاع الضوءي المعكس ما جعرف بقول هو بارة عن خط مستقيم. نفس التعريف بسيط. بيمثل الحزمة الضوءية. بس بدل الساقطة يبقى ايه المرتدة. من اين من الساقط العاكس? وايضا يلامسه عند نقطة مين السكوت. تاني. الشعاع الضوء الساقط عبر عن ايه? خط مستقيم. بيمثل الحزمة الضوئية الساقطة. على سطح العاكس ويلامسه عند نقطة السكوت. الشعاع الضوء من عكس خط مستقيم بيمثل الحزمة الضوئية المرتدة. من السطح العاكس ويلامسه عند نقطة مين السكوت? طيب. عند إقامة عمود مقام من نوت السكوت يعني نحن نوت السكوت كده عملنا عمود ده نسميه العمود المقام أصبحت عن زاوية T في زاوية نسميها زاوية سكوت والتن اسمها زاوية T زاوية السكوت هي الزاوية المحصورة بين أشواع الضوئي الساقط والعمود المقام أقامنا من نين من نوت السكوت على السطح العجل لو فهمتها هتحفظها كويس يبقى زاوية السكوت هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الساقط والعمود المقام من نين من نقطة السكوت على السطح العجل يبقى يسبب ما زاوية ايه زاوية السكوت عرفت ازاي من خلال اتجاه الشعاع اهو دي نازل تحت يبدي اسمها زاوية مين السكوت ايه دي بقى اسمها زاوية ايه زاوية الانعكاس دي بقى اسمها زاوية الانعكاس ايه المقصود بزاوية الانعكاس الزاوية المحصورة بين الشعاع الضوئي هه برافق المنعكس يبقى هنا الشعاع الضوئي ساقط يبقى زاوية النعكاس ايه ايه المون العكس والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح العجل يبقى فرق كلماتية اثنين بسا يبقى عندي هنا زاوة السكوت الزاوة محصورة بين الشوعة الضوء الساقط والعمود المقام من نقطة السكوت على تصحي العكس زاوة النكاس الزاوة محصورة بين الشوعة الضوء المنعكس والعمود المقام من نقطة السكوت على السطح إلى العكس لم أقل ما معنى عاوز تعريف ما معنى أن زاوة السكوت بتتاوي خمسين درجة أي أن الزاوة محصورة بين الشوعة الضوء الساقط والعمود المقام من نقطة السكوط على سقر العكس تساوي 50 درجة يعني معنا كن ذوات الاكاس تساوي 30 درجة . أي من أن الجرائب المحصولة بين الشعاع الضعوم في العكس والعمود المقام من نقطة السكوط على سقر العكس تساوي 30 درجة أي رقم يكتhoven 45 RM من End ايه? ودي نسميها زوية ايه? دي نسميها زاوية ميل. زاوية ميل الشعاع الساقط. هي طبعا ما يجيش في متحان يعني ما يجيش تعريف في متحان. لكن بيقولني بالاركام وفي المسائل. يبقى انا كونك عارف ان دي اسمها زاوية ايه? ميل. هي الزاوية محصورة بين الشعاع الضوءي الساقط والسطح العكس. طيب دي كمان اسمها زاوية ميل الشعاع المنعكس. اللي الزوية محصورة بين الشوعمين المنعكس والسطح العاجز. الاسمها ميل والاسمها ميل. الاسمها ايه? زوية السكوت والاسمها زوية ايه? الناكاس. الناكاس الضوء بيخضع لقانونة اثنين. سمهم ايه? قانونة الناكاس الضوء. بجيب مرآة مستوية ومنقلة ومشبكة ورق ورق بيضاء ومسترة ودبوسين. اول شي برسم خط افكي. سين صاد. ماذا ايه? خط افكي. سين صاد. ليمثل مين? ليمثل السطح العاجز. طيب بثبت مرآة مستوية عموديا على سين صاد. طب هسبتها ازاي? هنسبتها باستخدام مشبكي الورقة. يبقى هنسبتها ايه? على سين صاد. عمودي. برسم خط متقطع نون مين ليمثل مين الى عمود المقام. العمود المقام نون مين. عمودة على سين صاد. برسم خط مستقيم مائل. ليش فاكل كده هوا? خط مستقيم مائل. الف ميم. ليمثل مين? صح اشوعة الضوئي. الساق. بقسة زاوية المحصورة بين الف ميم ونون ميم لتمثل مين زاوية السكوت. بنسبت دابوس ده الواحد على الخط المستقيم الف ميم. طيب ثم ننظر من الجانب الاخر. طبعا احنا ما نسبت دابوس بتتكون له صورة. داخل مين? مرآة. طيب بنظر على الجانب الاخر. بنظر على صورة الدابوس ده الواحد من الجانب مين الاخر. وعلى امتداده بسبت دابوس ده الاتنية. تاني. انا بعمل ايه? انا بجيب دابوس وستثبته فين? على المستقيم الف ميم. طبعا بتتكون له صورة داخل المرآة. بنظر من الجانب الاخر. وعلى امتداد صورة الدابوس ده الواحد. بسبت دابوس ده الاتنية. طيب. بقى عن تحديد موضعه. يعني ايه? بالتكالي جامل. حد الموضوع. برفعه. وبرسم خطه مستقيم يمر بموضع دبوس ده الاتنين. طبعا بيمده على استقامته. عشان يقابل مين يقابل السطح العاكس سين ساد. عند النقطة مين. يبدأ نسمي ايه? با مين. ليمثل مين الشعاع منعكس. يفي عند الشعاع ساقط وفي الشعاع مين منعكس. بقاس الزاوية محصورة بين با ميم ونون ميم بتمثل مين زاوية الانيكاس. زاوية السكوت بتساوية زاوية الانيكاس. وفي كل مرة بتغير زاوية السكوت بلاحظ ايه? ان زاوية السكوت بتساوية الانيكاس. وده القانون الاول لانيكاس الضوء. تاني. برسم خط افقين سين ساد. على ورقة بيضاء بتمثل مين سالعاكس. بثبت مرآة مستوية عموديا على سين ساد. اثبتها بايه? باستخدام مشبكة الورقة. برسم خط متقطع نون ميم عمودي على سين ساد ليمثل مين العمودي المقاوم. برسم خط مستقيم مائل. الف ميم ليمثل الشعاع الضوئي الساقط. بقاس الزاوية محصورة بين الف ميم ونون ميم اللي هي زاوية مين السكوت. يجب ده ده الواحد ويسبته على خط المستقيم مين? الف ميم. طبعا بتكون لي صورة. بنزل من الجانب الاخر على صورة ده الواحد وبسبت ده الاتنين على امتداد صورة ده الواحد. بعد تحديد موضوعه بارفعه. وبرسم خط مستقيم يمر بموضع ده الاتنين. وبمده على استقامته عشان يقابل مين يبدو عندي هنا ب ب ميم. يمثل مين الشعاع الضوئي المراكس. باسك الزاوية محصورة بين ب ميم والنون ميم اللي هي زاوية الانكاس لقى ايه? ان زاوية السكوت بتساوي زاوية الانكاس. في كل مرة تغير زاوية السكوت نجد ان زاوية السكوت تساوي زاوية الانكاس. وده مين? القانون الاول لانكاس الضوية. يبقى زاوية. السكوت تساوي زاوية الانعكاس هذا يسمى القانون الاول لانعكاس الضوء تعالي نشوف القانون الثاني الشعاع الضوءي الساقط والشعاع الضوءي المعاكس والعمود المقام من نقطة السكوت تقع جميعا في مستوى واحد عمودي على السطح العاكس وده القانون الثاني لانعكاس الضوء الشعاع الضوءي الساقط وهي الشعاع الضوءي المعاكس الشعاع الضوءي الساقط والعمود المقام من نقطة السكوت كلهم تقع جميعا في مستوى يقعalu ك앙ون الثاني لانعكاس الضوء يصبح قانون الثاني لانعكاس الضوء рыв القانون الثاني لانعكاس الضوء الشعاع الضوء الساقط وهي الشعاع الضوء من العكس والعمود المقام من نقطة السكوت تقع جميعها في مستهى 1 عمودة على السطح العكس الشعاع الضوء الساقط عموديا على السطح العكس وهنا ساقط عموديا حاش يقول هنا زوية 90 هنا زوية السكوت هنا بتساوي صفرة الشعاع الضوء الساقط عموديا على السطح العكس بيرتد على نفسه الشعاع الضوئي الساقط عموديا على السطح العكس بيرتد على نفسه. ليه? لان كل من زاوية السكوت تساوي زاوية النكاس تساوي صفر. يبقى ليه? لان زاوية السكوت تساوي زاوية النكاس تساوي صفر. يبقى هنا الشوعة الضوئي لما يسكت عمودي هنا تساوي daiشتيس قدة عموديا سَفرة. وكمان زاوية النكاس اساوي ايه؟ صفر. يبقى ما تقولك مع معني ان زاوية السكوت شعاع الضوئي على سطح العكس تساوي صفر. جيدا ما يعني كده ايه ان أن الشعاع الضوئي بيسكت عموديا على السطح العاكس صفحة 85 كتاب الامتحان فكر ورجل إجابة مع معلمك يرتد الشعاع الضوئي الساقط على نفسه إذا كان الزاوية بينه وبين العمود المقام 90 الزاوية بينه وبين الشعاع العاكس 90 الزاوية بينه وبين السطح العاكس 0 الزاوية بينه وبين العمود المقام 0 طبعا ايه براف رقم دي يبقى الزاوية بينه وبين العمود المقام 0 يعني ايه يعني هنا زاوية السكوت بتساوي 0 طيب اداء ذاتي اوجد قيمة زاوية السكوت وزاوية الناكاس في كل من الشكلين المقابلين طيب عالا نشوف هنا زاوية السكوت كام 45 وان زاوية السكوت بتساوي كام زاوية الناكاس طيب لما دي خمسة واربعين يبقى لجنبها خمسة واربعين طيب وهنا يجيب لي في رقم اتنين الميل زاوية ميل الشعاع الساقط طيب الزادي كلها كان مئة وتمانية العمودة المقام اسمها نصين بدي تسعين ودي تسعين بمعنى لما دينا زاوية الميل هقول تسعين نقص تلاتين يساوي كام ستين درجة يبقى لعندي هنا السكوت ستين وكمان الناكاس كام ستين درجة والميل ده كام تلاتين درجة يبقى الشكل الرقم واحد زاوية سكوت تساوي زاوية الناكاس بساوي كام خمسة واربعين درجة شكل اتنين الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط وهذا الشعاع الساقط طيب ممكن يجيبها بتاع شكل تاني. يقول الزوية محصورة بين اشوعة الضوء ايه الساقط وهي اشوعة الضوء من عكس. يعني الاتنين مع بعض. هده اشوعة الضوء ساقط وهده اشوعة الضوء ايه من عكس. ده كلها. ده كلها تمانين درجة. عاوزين نحسب زاوية سكوت. يبقى سمعة الاتنين صح. يبقى اول تمانين على اتنين تساو كام اربعين درجة. يبقى ازا زاوية السكوت اربعين. والنكاس كام اربعين. ممكن يعكس هال. ازاي? يقول لي ازا علمت ان زاوية السكوت تساوي تلاتين درجة. احسب الزاوية محصورة بين الشعاع الضوء الساقط والشعاع الضوء المنعكس. لان اعاوز ده كلها. يبقى اضراف كام اضراف اتنين. يبقى تلاتين في اتنين تساوي كام ستين درجة. ايه. دعنا نشوف بعدها. نسال واحد. فيها الشكل المقابل. سقطها شعاع الضوء على المرآة الف. وانعكسها على المرآة باية. احسب كل من. رقم واحد. زاوية الاكاس على المرآة الف. زاوية السكوت بتساوي زاوية الاكاس. يعني ساو كام تلاتين درجة. بديت تلاتين درجة. طيب. طبعا عند اينا. دي زاوية قائمة. يبقى suicود تلاتين. يبقى الميل دا كام? بقى تسعين ناقس. تلاتين من يسو كام ستين? يبقى الميل دا ستين. يبقى زاوية مايلا شماعة ساقط ستين درجة. والميل دا يساوي الميل دا يعني ده كمان ستين درجة. طيب بديت تسعين ودي ستين. مقابلة كام براف براف تلاتين. يبدأ تلاتين درجة. طيب الميل تلاتين. انا عندي برقاءة تانية هي. هنا زاوية ميل الشمعية على الساقط تلاتين. الدرجة بسكوت اول تسعين. ناقص تلاتين يساوي كان ستين درجة. ده ستين. وده ستين. طبعا دي كان تلاتين درجة. طيب تعالي نشوف مثال تاني. يقول لاكمل المساقر. يجيب لي هنا الميل 45 درجة. طيب الميل 45. عشان يجي زاوية سكوت. يقول تسعين. ناقص 45. يساوي كام? براف. يساوي 45. نعم من كده ان السكوت 45. وكمان زاوي الانكاس كام? 45. الميل. شو عداءه الساقط يساوي الميل ده. شو عداءه من عكس. طيب يزاوي كهيمة. يبقى الزوية اللي بولهم كام بغارف خمسة واربعين. طيب عند هنا زوية ماين خمسة واربعين لو ان هنا الف وهنا باية. يسقف بماين خمسة واربعين. يبقى اذا زوية السكوت كام? صح. ايدي خمسة واربعين ودي كام خمسة واربعين. وطبقا دي كام خمسة واربعين درجة. طيب مسهل كمان? دي خمسة اربعين. طيب. عند هنا الميل خمسة اربعين. يبين عند هنا هيحصل ايه? زود السكوت خمسة اربعين. ونكاس كام خمسة اربعين. الميل خمسة اربعين. تنظر هذه اللiant tiene 45 داعي للقبيعة يبقى الهالة multiplying 45. يبقى الهالة مقابلة كام؟ In الأحدث 90 دي يعني ايه? يعني يسقط عمودي زود السكوت على المرآة التحقيق من تساوي السفرة. يبقى عندي زود السكوت على المرآة الف كام p 45. والنكاس خمسة عربية. اما زود السكوت والنكاس على المرآة باقي يساوي كام تساوي صفر. ليه? لان هنا الشوعة الضوء بيسكوت ايه? عموديا فيرتد على ايه? على نفسه. الشكل ازا كده. انا عندي هنا الميل كام تلاتين. يعني عندي زود السكوت كام? او تسعين نص تلاتين يساوي كام ستين. وهنا كام ستين درجة. وهنا كام تلاتين درجة. طيب. اذا الشوعة الضوء الساكت. انا بتحكم في الشوعة الضوء الساكت من خلال مين? من خلال مصدر الدوم. يا مين يا شمال. او ان انا سبت الشوعة الضوء الساكت دهوت واغير الميل بتاع المرآة نفسه. تعالوا نشوف ازاي. لو جار في المتحان في رسمة زي كده. وقام جاعة ميل لكده. وقام كتب لانهوت. عشر درجات. قال في الرسمة دهوت تم تحرك المرآة بميل محدد. وقام جايب لي الشاشة زي كده. قال لي حساب لزوء الساكت وزوء الاكاكس. عينك دايما على الشوعة الساكت. ملاكش دعوة بشوعة ملاعكس. طيب. اذا الشوعة الساكت هوت. عين تتحرك المرآة. انت كده زودت الميل ولا قللته? اهو. انت كده زودت الميل. زيده كم درجة? عشر درجات. يبقى تلاتين وعشر كام اربعين. اصبح الميل الوقت عندي كان اربعين درجة. اقدر جيب السكوت. يبقى اول تسعين ناس اربعين. يبقى كده كان خمسين. والنكاس كان خمسين. طيب. والعكس صحيح. عينك على مين? على الشوعة. على الساكت. او نعمل نهوت. دعوة عشر درجات. اذا كده قللت ولا زودت الميل? اهو. اذا كده قللت الميل. كان اول تلاتين خدت منه عشر. يبقى كام? يبقى الميل بعشرين درجة. عشان يجيب السكوت اقوى تسعين ناس. عشرين كان سبعين درجة. يبقى انا بتحكم في زود السكوت يقام من خلايا. ان انا حرك مرآة. او ان انا حرك مصدر ايه? الضوء. فكر ورجع الاجابة مع معلمك. فيه الشكل مقابل. اذا كانت الزاوية محصورة بين اشواء الضوء الساكت وسطح المرآة. تساوي مية وخمسين درجة. فان زاوية الانكاس تساوي نقاط. ثلاثين ستين مية وعشرين مية وخمسين. هل نشوف مع بعض? نعرف ان دي زاوية الميل. اللي هي محصورة بين اشواء الضوء الساكت وهي السطح العاكس. دي اسمها ميل. لكن هنا لا يقصد بها هذه الزاوية. لان لا يقصد بها مية وخمسين. اصلا زاوية كلها مية وثمانين. لان زاوية مستقيمة كان مية وثمانين. لا يقصد بها ايه? يقصد بها الزاوية هذه الزاوية. اللي هي زاوية السكوت. وكمان العنكاس. وكمان زاوية ميل للشعاع المناكس. طيب. دي اية مية وخمسين. عشان نحسب زاوية السكوت والعنكاس. يبقى الاول اطرحة من كام? من مية وتمانين. عشان يديني زاوية الميل بعدية. يبقى اول مية وتمانين. ناقص مية وخمسين. تساوي كام? تلاتين درجة. افهم من كده? ان زاوية ميل اشماع الساكت ده هي تلاتين درجة. ادرجة زاوية السكوت. والعنكاس. اه. يبقى اول تسعين. ناقص تلاتين. يساوي كام? ستين درج. يبدي ستين. ودي كمان ستين. ودي كمان كام تلاتين درج. يبني عندي هنا زاوية النجاح تسوي كام ستين درج. يبدي رقم ايه? رقم ايه? رقم ايه? دعا نشوف بعد كده المرايا. المرايا اللي ما اعرف بقول هي السطح اللامع المستوي او الكري. يبقى ايه المرايا? هي السطح اللامع المستوي او الكري. افهم من كده ايه? ان المرايا عندها نوعين. فيه مرآة مستوية ومرآة كرية. المرايا الكرية اللي هي المرآة المكعرة ومرآة محددة. تعال نشوف الاول المرايا المستوية. المرايا المستوية. عند الوقوف امام مرآة مستوية بنرى صورتك. ليه بشوف صورتك ليه? بسبب انكاس الاشعة الضوئية الصادرة عن مين? عن الجسم. يبقى عند الوقوف امام المرآة فانك هترى صورتك. عن الليه? بسبب انكاس الاشعة الضوئية الصادرة من من الجسم. تعال نشوف ايه خواص الصورة المتكونة باستخدام المرآة المستوية. يعني ما تفق قدام مرايا. ايه خواص الصورة اللي تتكون جوه المرايا? تعال نشوف. رقم واحد. بتكون صورة معتدلة. يعني مش مقلوبة. يبقى الصورة بتكون ايه? معتدلة. اتنية. مساوية للجسم. في الحجم. يعني لا كبرت ولا صغرت. الصورة بتكون معكوسة. بتكون ايه? معكوسة الوضع. بالنسبة مين الجسم? عشان كده لا يمكن. لا يمكن. الكتابة بشكل صحيح من داخل المرآة. لان الصورة بتكون ايه? معكوسة الوضع. يعني مسلا تريد تب مسلا كلمة احمد. الصورة ايه? معكوس. احمد. عشان كده ايه? كلمة اسعاف. تكتب على السيارة اسعاف بشكل معكوس. تكتب بشكل ايه? معكوس. حتى يراها قائد السيارات اللي خلفه مزبوط. يبقى شوفها ايه? مزبوط. في الصورة بتخلق مين? الطريق. يعني الصورة بتكون ايه? معكوسة الوضع. طيب في امتحان ممكن يجيب مسلا مجموعة حروف ويقول لي شكل الحروف دي شكلها ايه? داخل المرآة. يعني مسلا كلمة يكون بالشكل المرآة. هيكون شكلها ايه? يعني مسلا دي مرآة. عاودين نشوف شكلها داخل المرآة. ايه اللي عمله? انا هنعكس الكلب تي. طبعا اتزم هي. عشان اغيرها. زي ما هي. طبعا عنده حرف الاف. حرف الاف تجاوه فين? نحة اليمية. يبقى هنعكسها. هنخلى نحة مين? اليسار. ما عنده شكله اهو. حرف الاف. طيب وبالنسبة ال اي? ال اي نحة مين? اليمية. يبقى مع العكس. انا خلى نحة مين اليسار اهو. طيب وبالنسبة ال ايه? يبقى شكل الكلمة داخل مين? داخل المرآة. يبقى الصورة بتكون ايه? معكوسة الوضع. يبقى اول شيء معتدلة مسوية للجسم. معكوسة كمان بتكون تقديرية. يبقى لكم اربعة. تقديرية. يعني تقديرية. لما اضافه قدام المرآة الصورة بتكون فين? داخل المرآة. طيب كم الداخل المرآة يعني ايه? بنسميها خلف المرآة. الصورة بتكون فين? خلف المرآة. وبتنتج من طلاقي امتدادات الاشعة المنعكسة. يعني مسلا ادى المرآة وهنا الجسم. شمع ساقط بين عكس. يبدأ ساقط وده ايه? منعكس. طيب هنا شعاع ليسقط بين عكس. الشعاع المنعكس دوت لما مده على استقامته اسمه امتدادات. اسمه ايه? امتداد. يبقى ده ساقط وده ايه منعكس? هيمده على استقامته يبقى اسمه امتداد. يبقى هنا الصورة كونت فين? خلف المرآة. يبقى هيسميها تقديرية. طيب كونت ازاي? تندج من طلاقي امتدادات الاشعة المنعكسة. يبقى الصورة تقديرية دي صورة تتكون خلف المرآة. تنتج من طلاقي امتدادات الاشعة المنعكسة. يعني لا يمكن استقبالها على حائل. حائل يعني ايه? يعني ايه جسم معتد. يبقى الصورة تقديرية صورة تتكون فين? خلف المرآة. كلمة خلف المرآة يعني شو بمرآة يعني. تندج من طلاقي امتدادات الاشعة المنعكسة. كمان لا يمكن استقبالها على ايه? على حائل. علي ليه? لأنها تنتج من طلاقي امتدادات الاشعة المنعكسة. عكسها بقى الصورة مين? الصورة الحقيية انا اخدها بعد ايه? بس اقوى الوقت الصورة الحقيية العكس بقى. يعني ايه? لو جبدنا مسلا من مرئة زي مرئة مكعارة. حطتنا قدام منها جسم اللي يكن مسلا شمعة. بنلاقي صورة الشمعة اتكونت فين قدام المرأة بقى? يبقى اتكونت فين امام المرأة. طيب عشان نستقبل الصورة لازم بقي هنا اجيب حاقل لقول ان الجسم معاطب. يبقى هنا احط حاقل قدام مرأة مكعارة يبقى هنا الصورة فين? اتكونت امام مرآة. طب اتكونت ازاي? بتندج بقى من طلاقي الاشعة المنعكس بقى. وليس انتداية مثلا هاو. ادي مرآة مكعارة. انا عندي مسلا جبت جسم وقال لكم مسلا شمعة. هنا اذا شعاع ساقط. وده ايه? شعاع منعكس. ده شعاع ساقط. وده شعاع منعكس. هنا الصور تكونت هاو. يبقى هنا الصور تكونت فين? امام السطح العكس. مش خلف المرآة بقى? اللي خلف المرآة دي هنسمى صورة تقدرية. اللي هتتكون امام المرآة هنسمى صورة ايه? حقية. طيب بتندج من ايه? من طلاقي الاشعة مين المنعكسة. يبقى الصورة حقية تندج من طلاقي الاشعة منعكس. التقدرية تندج من طلاقي انتدادات الاشعة منعكسة. التقدرية تكون خلف المرآة. الحقية بتتكون فين? امام السطح العكس او امام مين المرآة. طبعا ديت بستقبلها على ايه? على حق يعني نجي الجسم معتم وضعه الدم المرأية هنا الصورة ايه هتتكون طيب تعاني نكمل مع بعض خواص الصورة متكونة باستخدام المرآة المستوية قولنا اول شي ايه معتدلة ومستوية للجسم مع عكوزة الوضع تقديرية خمسة بعد الجسم عن سطح المرآة يساوي بعد الصورة عن سطح المرآة ابعد الجسم عن مرآة يساوي بعض الصورة عنها يعني ايه يعني مسلا وقف قدام المرآة على بعض 3 متر يبقى تتكون ليا صورة جو المرآة على بعض 3 متر بين وبين المرآة for 2 متر يبقى تتكون ليا صورة على بعض 2 متر داخل المرآة يعني لو انا لقف على بعض 2 متر يبقى مسافة بيني وبين صورتي 4 متر هذا Weed the Mirai اهي. بين وبين المراية اتنين متر. يبقى تكون ليه صورة ايضا على بعد اتنين متر. هو مراية. يعني مسافة بيني وبين صورتي اربع متر. طيب وافع على بعد اربع متر. بين وبين المراية. يبقى تكون ليه صورة ايضا داخل المرآة على بعد اربع متر. يبقى الصورة والمراية اربع متر. يبقى انا وصورتي كان تمانية متر يبقى بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة ايه عن المرآة طيب رقم ستة المستقيم الواصل بين الجسم والصورة بيكون عموديا على سطح المرآة المستقيم ده هو الواصل بين الجسم والصورة بيكون ايه عمودي يبقى إخواص الصورة المتكونة بستخدام مرآة مين المستقيم رقم واحد معتدلة دين مساوية للجسم ثلاثة معكوزة الوضع أربعة تقديرية خمسة بعد الجسمية عن مرآة يساوي بعد الصورة علىه ستة المستقيم الواصل بين الجسم والصورة بيكون عموديا على سطح ايه على سطح المرآة قلنا الصورة تقدري يعني ايه؟ يعني صورة لا يمكن استقبالها لحقيق. ليه؟ لأنها تتكون من طلاقي امتدادات الأشعة الملعكسة عن مين؟ عن المرآة. طيب اهنا بقول الصورة ايه؟ بتكون معكوسة. طيب ممكن بحال نجيب لي مثلا رسمة ساعة. مثلا كده. هنرسم ساعة. ادى ساعة ايات. هنا اتناشر. وهنا الساعة كام ستة. وهنا تلاتة. وهنا كام تسعة. لابن هنا واحد. وهنا اتنين. وهنا اربع. خمسة. هنا سبعة. ثمانية. وهنا عشرة. وهنا حداشرة. يقول لي مثلا الساعة في العرب الصغير على اتنين والعرب الكبير على اتناشر. ويقول لي دية شكل الساعة داخل المرآة. يبقى الساعة كام في الحقيقة؟ احنا قلنا الصورة بتكون ايه؟ معكوسة. يعني ايه معكوسة؟ يعني عند هنا ساعة اتنين. يبقى اوديها عكسة. في الساعة كام. في الحقيقة عشرة. تاني. لو مسلا جاب لي العرب الصغير على تلاتة. والعرب الكبير على اتناشر. ده اخد المرآة. يبقى في الحقيقة الساعة كام؟ اعكسة. هي على التلاتة يبقى اوديها فيين؟ على التسعة. يبقى في الحقيقة الساعة كام؟ يبقى الساعة تسعة. طيب تعالي نشوف مثي الثاني. لو الساعة واحدة العرب الصغير على واحدة والعرب الكبير على ست. يبقى الساعة في حقيقة كام؟ مبارد ده كان haw كب Saturday. هي هنا بين الواحدة والاتنين على الصغير يبقى نحيني هكسه اanco تاني. هنخليه بين العشرة وحفد عشر. يبقى ان اشتكقي كده. يبقى الساعة كام؟ كده؟ اهو خمسة حديث. اهو. يبقى الساعة كام؟ يبقى الساعة في الحقيقة عشرة ايه؟ عشرة ونص. يبقى الصورة بتكون ايه? بتكون معكوسة. فكر واراجع الاجابة مع معلمة. جسم سين موضوع امام مرآة مستوية. تكون له صورة. سين شرط. اي الاشكال التالية يعبر عن الجسم وصورته. طيب. رقم الف هنا. جايب له الصورة ايه? مقلوب. ان الصورة تكون معتدلة. يبقى نستبعد tried for more and more Here will be معتدلة. وكمان ايه? مساوية الجسم. وبعض الجسم مع المرآة يساوي باب هذه الصورة عنه. يبقى رقم ايه? رقم ايه? رقم ايه صحيح. في رقم جب هنا جاب له الصورة ايه? صغيرة مسغرة طيب ما انافعش. طيب. وفي رقم دال جاب له هنا الصورة متطبقة على ايه? على المرآة. حان ما بعض الجسم الرقم يساوي باب هذه الصورة ايه? يبقى الصح رقم ايه؟ رقم بقى. قلنا علل لا يمكن استقبال الصورة متكونة في المرأة المستوية على الحائل لان بتكون صورة ايه؟ تقدرية تندج منطلاقي المدادة الاشعي المنعكس. كلمة تسعاف تكتب معكوسة حتى يراها قائد السيارات ايه؟ مضبوطة. فيصورها بخلاء الطريق. تعالي نشوف اداء ذاتي. جلس سامي في منتصف المسافة بين لوحة علامات ومرأة مستوية. كما بالشكل. طيب. انا الوقت هرسي من مرأة. اداء مرأة هي. وانا عندي هنا العلامة. العلامات. وهنا سامي. وفي النص. ده اتنين متر. ودي كام اتنين متر. طيب. انت قافي على سامي وقافي على بط LISA meio 2 متر هتتكون ليه صورة ايضا على بط觉 كام على بط觉 على 2 متر. ابريه هنا سامي. ده صورة سامي. واللوحة 2 و 2 اربعة. يبقى تكون لها صورة ايضا على بعد كم? اربعة متر. اكمل ما يأتي. واحد. بعد لوحة العلامات عن المرأة. ادى اللوحة. بعدها عن المرأة. يبقى اتنين واتنين. كم? يبقى اربعة. يبقى اربعة متر. طيب رقم اتنين. بعد صورة لوحة العلامات عن المرأة. ادى واتنين كم? اربعة متر. ثلاثة. المسافة بين سامي. وصورة لوحة العلامات. ادى سامي. وهدى صورة العلامات. يعني من الاول هنا ضغط هنا. دي قد ايه? يبقى اتنين. واتنين واتنين. يبقى كم? ستة متر. يبقى تستوي ستة متر. يبقى عندي هنا اتنين هداية وكام واربعة. يبقى ستة متر. طيب لو قال لي المسافة بين سامي وصورته يبقى اربعة متر. طيب المسافة بين لوحة العلامات وصورتها يبقى اربعة واربعة. يبقى كام? يبقى تمانية متر. مثال اتنين. وقف شادي على بعد اتنين متر امام مرأة مستوية. فتكونت له صورة. نفسها قد المرأة مستوية. وهنا شادي. وقف على بعد كام? اتنين متر. طبعا هنا على بعد اتنين متر هتتكون له صور ايضا على بعد كام? اتنين متر. طيب رقم واحد. ما مسافة بين صورة شادي والمرأة. اهو. مسافة بين صورة شادي ومرأة كام? يبقى اتنين متر. صح? اتنين. اذا تحرك شادي لمسافة نص متر? بتجيها المرأة. يعني تحرك كده نص متر. طيب اتحرك نص متر. الاول كان وكام اتنين. اصبح الوقت المسافة بينه وبين المرأة كام? يبقى واحد ونص. فكم تصبح مسافة بين شادي وصورته طيب أنا عند الوقت هنا شادي الوقت يجيدي كام واحد ونص هتكتون ليه صورة أيضا على بعد كام واحد ونص يبقى واحد ونص واحد ونص كام تلاتة متر رقم ثلاث ما المسافة التي يجب أن يتحركها شادي حتى تصبح المسافة بينه وبين صورته في المرآة واحد متر طيب عشان تكون المسافة بينه وبين صورته واحد متر يبقى لازم يقف قدام المرآة على بعد ايه صح يقف على بعد نص متر مع نص برا وكمان نص جوه يبقى كده واحد طيب هو يقف على بعد كام اتنين يبقى المفروض يتحرك ايه عشان يخلي المسافة بينه وبين المرآة نص يبقى تحرك متر ونص باتجاه مين المرآة عشان يخلي المسافة بينه وبين المرآة نص فتتكون له صورة نص يبقى نص ونص كام واحد متر اختبر فهمك ثوب مما تحتوي خط واحد اذا نظرت الى سطح مسكول مثل المرآة فانك سوف ترى صورة وجهك نتيجة لانكسار الضوء براف انعكاس الضوء اتنين اذا كانت زاوية سكوت شعاع ضوءي على سطح عاكس 30 درجة فان الشعاع منعكس يكون عمودي على السطح العاكس علي شركة طيب هناك ثوب مارات اثنين من الشكل المقابل الرقمل واحد اسكول الرقم الدال على كل المين 어나rolog اف على الشعاع الساقط الزبية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقابل يبقى دقي زاوية سكوت رقم كام رقم ثلاث الزبية المعكاس يبقى علي الشعاع المنعكس الزوية المحصورة بين الشعاع المنعكس والعمود المقام يبقى دي رقم كيم إتنين ما كان لقوة بين كل المين رقم ألف الزوية واحد والزوية اربعة طبعا ايه? متساوين متساوين بが الزوية اثنين والزوية ثلاثة طبعا عدر متساويين يبقى الزوج سكوت بتساوي زوية مين يعني كيمس ثلاث إذا كانت الزوية المحصورة بين الشعاع الضوئي الصاك واشواع الضوء المنعكس الافضل ان احنا نرسم اذا امر ايه وقال ليه الزوء محصورة بين اشواع الضوء الساقط اذا اشواع الضوء ساقط وادا اشواع الضوء ايه منعكس الزوء محصورة بينهم الاثنين ثمانين درجة احسب كيمة كل من زوءة السكوت وزوءة الاكاس يبقى سمع لكام صح يبقى الثمانين على اثنين نساوي كام اربعين لارج. يبقى زاود السكوت اربعين وكمان نكاس كام اربعين. اربعة. اختر الاجابة الصحيحة مما بين الاجابات المعطاة. واحد. ايا مما يلي يعبر عن التمثيل الصحيح. الانجاز شعاع ضوئي عن مرآة مستوي. تعال نشوف الشكل الاف. طبعا هنا زاود السكوت لا تساوي زاود النكاس. يعني هنا السكوت عملها لاربعين والنكاس كام خمسين. يبقى طبعا نضيت لا. طيب. باق اربعين خمسين. طبعا نبدأ غلط. طب تعال نشوف جيم. انا عند الميل خمسين. عشان اجيب زاود السكوت اول تسعين نقص خمسين يبقى كام اربعين. طيب السكوت تساوي نكام النكاس. يعني عند اربعين اربعين. يبقى زاود الميل. جيم هي الصح. الشكل المقابل يوضح سكوت شمعين ضوئيين من جسم مضيق. على هيئة نقطة صغيرة على مرآة مستوية. ما موضع الصورة المتكونة? الموضع ايه? موضع بي سي دي. طيب احنا قلنا ايه? ان بعد الجسم على المرآة يساوي بعد الصورة عنه. طيب ايه كمان? المستقيم الواصل بين الجسم والصورة بيكون عمودي. بيكون ايه? عمودي. يبقى انا عنده هنا. ايه? طيب ما ينفعش. ليه? لان هنا الصورة بمتكونة على المرآة من بشرة. ما فيش بعد بين الجسم وبين الصورة عن المرآة. لغلط ايه? طبعا هكون ايه? رقم بي. ليه? لان بعد الجسم عن المرآة يساوي بعد الصورة عليه. والمستقيم الواصل بين الجسم والصورة بيكون عمودي على مين? على سلح المرآة. يبقى رقم ايه? براف. رقم بي. تلاتة. كتب الفتاة كلمة كات على كرت ورقي. كما بالشكل مقابل. وعندما نظرت الى صورة الكرت المتكونة في مرآة مستوية ظهرت لها الكلمة كما بالشكل. طيب. هنعملها ازاي? انا اقل لكم هنكس الكلمة. بمعنى ادى كلمة كات. اهو. هعمل ايه? هنعكس. التي هتبقى زي ما هي. شمي تغير. وكمان حرف الايه زي ما هو. طب انا عندي هنا السي. اتجاه مين? المية. يبقى خليت جهة الشماء. بالشكل كده. يبقى رقم الف ولا با ولا جيم ولا دال. طبعا رقم ايه? جيمة.